موائد الإفطار في رمضان لا تكتمل إلا بوجود الحلويات المختلفة في أشكالها والمتنوعة في مذاقها ولكن تعتبر للقيمات من أبرز الحلويات التي لابد أن تتواجد في كل يوم فالإقبال على شراء الحلويات وخصوصا للقيمات يعد مظهرا من المظاهر الرمضانية في مملكة البحر حلوة ارتبطت ارتباطا وثيقا بالشهر الفضيل واحتلت مكانة أساسية في حلويات رمضان للقيمات حلوة مميزة كتب عنها التاريخ وصاق قصتها الكتاب بشكل مميز بالروايات وانتشرت بين الدول العربية لتتسيد مائدة رمضان وتكون طبقا أساسيا يكمل مذاق الإفطار من ما أحب القيمات؟ الصغار والكبار طبعا إحنا سر تميز وسر الإقبال على أنه هو بساطتنا القيمات نحن نسويه بالطريقة القديمة طريقة جدتي الطريقة القديمة بسيطة له الطحين والزعفران ومكوناتها البسيطة العادية وطبعا أهم شيء أهم نقطة تكون اللي هي القلاي القلاي لازم يكون دهن يكون عمق معين طريقة القلاي الحرارة تكون درجة معينة عشان تطلع القيمات من داخل ومن بره مستويه الضوضاء مثل ما نقول تصير على القيمات أكثر شيء حكم أن العجين عندنا مميزة فنفتح ما شاء الله من العصر للمغرب وتخلص كل يوم نزيد الكمية عن قبل وبعد تخلص في نفس الوقت فارق عن السنة اللي فاتت ولا قبلها كل سنة قاعد يزيد الأقبال أكثر على هاي القيمات شون السور هالخلطة الله أعلم الموائد البحرينية تسخر في شهر رمضان بالأكلات الشعبية التي تعتبر للقيمات جزءا منها فهي من العادات والتقاليد المتوارثة إلى يومنا هذا القيمات يعني شيء معروف من القدم يعني من الأيام أجدادنا وبهاتنا الله يرحمهم كان يعني يسوون في البيت وهالأمر هذه والحين يعني خذوها عادة يعني يسوون في برع في الأماكن في الشوارع وهذه والناس يعني الحمد لله ماشيناها العادة هذه يعني من القدم وما زالت هي متوارثينها يعني جيل عن جيل يعني الحمد لله يعني عادة من دثرت يعني الحمد لله لذيذ القيمات واد لذيذة يعني لذيذة ألذ من ألذ ألذ من هذه خصة بعد إذا يلاش مقارماش إذا تلاش القارماش عليها سمسم تطلع أحلى وأحلى يعني وادة أحلى القيمات يعني أنت تشوفوا الناس كلا يحبون القيمات يتنفذ أصحاب المحال في عرض أشكال القيمات وأنواعها المختلفة إلا أن الزبون البحريني دائما ما يفضلها تقليدية بزينتها البسيطة لتكون البساطة يسر التمييز شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين